ذراع عسكري تستخدمه إيران لإحكام سيطرتها على اليمن ولبنان ميليشيا حزب الله المصنفة ككيان إرهابي في أكثر من دولة تواجد حزب الله اللبناني في اليمن ليس جديدا ولا غريبا ففي الرابع والعشرين من فبراير 2016 يظهر هذا الفيديو أحد قادة حزب الله مدربا وموجها عناصر حوثية لاستهداف السعودية هذه الصور التي طال الصمت جزءا منها أظهرت صوت المدرب الآتي من بقاع لبنان قائلا إن لديه عملية خاصة في قلب الرياض عندي عملية خاصة بقلب الرياض ما عملية أنت حالية ممكن عملية استشهادية نحن عملية استشهادية صحيفة النهار اللبنانية كشفت في إيبرل الماضي عن تدريب حزب الله عناصر من الحوثيين في معسكرات تابعة له في البقاع الشمالي والجنوب في الثامن عشر من نوفمبر الماضي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدافه منشأة سرية تضم خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية وذلك في إطار عملية واسعة نفذها التحالف على أهداف في أربع محافظات يمنية دلائل تورط حزب الله في اليمن لم تنتهي حيث كشف وزير الإعلام اليمني قبل سبعة عشر يوما عن مقتل قيادين في حزب الله يدعى أكرم السيد رفقة عدد من عناصر الميليشيا الذين احتوتهم مقابر صعدة كغيرهم من خبراء الحزب والحرس الثوري لطهران ترجمة نانسي قنقر